Good morning my student, how are you? Today we will take lesson 3 from unit 4 اليومنا نأخذ الدرس الثالث من الوحدة الرابعة Open your pupils book page number 32 صفحة 32 Write the date up نكتب اليوم والتاريخ Today is Thursday It is the 10th of December 2020 There are a boy and a girl موجود ولد وبنت Boy and a girl الولد بيسأل بالبنت بيحكي لها شغلة بيحكي لها Tomorrow, غدا Is the World Cup Final نهائيات كأس العالم إمتى بكرة Are you going to watch the match? هل بدك تشاهدي المباراة؟ شو بتحكي له No, I am not الآن أنا بدي أحكي جمل عنهم بعدين بدنا نعبي الجدول قبل ما نعبي الجدول ونحكي الجمل نعرف معاني الكلمات Watch the match يشاهد المباراة Record the match يسجل المباراة Go to the beach يذهب للشاطئ أكتب المعاني Clean your room تنظف غرفتك الآن بدي أحكي أول إشي عن البنت She is not going to watch the match She هي 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 is not going to watch the match فبنحط تحت نو صح إنها هون ما بدأت تحضر She sorry she is going to record the match she is going to record the match هي سوف تسجل المباراة فرح تسجلها ولا لا نحط yes she she is not going to go to the beach she is not going to go to the beach يعني هي ما بدأت تروح على الشاطئ فشو بنحط no يعني ما رح تروح she is going to clean her room she is going to clean her room هي سوف تنظف غرفتها بنحط yes هيك كملنا عن البنت الآن بنحكي عن الولد باستخدام he is He is going to watch the match He is going to watch the match هو سوف يشاهد المباراة فشو بنحط yes ولا no yes He is not going to record the match He is not going to record the match هو ما رح يسجل المباراة فشو بنحط هون no عند الولد He is going to go to the beach He is going to go to the beach هو سوف يذهب إلى الشاطئ فشو بنحط yes He is not going to clean the room He is not going to clean the room يعني هو ما رح يرتب أو ينظف الغرفة الآن بعد ما سمعنا اللي أنا حكيته وحددنا التك بدنا نكون جمل عن الأشخاص باستخدام She is going to وShe is not going to أنا بدي أحكي عن البنت اللي عند هنو بنحكي She is not going to اللي عندها yes She is going to أول جملة عندي عند النوع شو بحكي She is not going to watch the match طب الجملة الثانية عندها yes شو بحكي She is going to record the match انتبهنا كيف اللي عندها صاح بنستخدم she is going to واللي عندها خطأ no بنستخدم she is not going to طيب الثالثة Go to the peach عندي no فشو بحكي She is not going to go to the peach وآخر واحدة طبعا نحن نحكي عن البنت لحد الآن آخر واحدة عندي yes فشو بحكي She is going to clean her room She is going to clean the room الآن أنا كتبت ورجاتك كيف تكتب عن البنت الآن أنت مطلوب منك كتابة عن البنت على الكتاب وكتابة على الولد وين على الدفتر بدنا نكتب عن الولد باستخدام He is going to وHe isn't going to الآن هاي خلصنا الجزء بدنا نبلش هون أول فعل عنده yes هاي Watch the match بما إنه ياس شو بحكي He is going to watch the match هاي الجملة الأولى He is going to watch the match طيب الثانية no شو بحكي He is not going to record the match He is not going to record the match الجملة الثالثة عندي yes فشو بحكي He is going to go to the beach He is going to go to the beach الجملة الأخيرة عندي no فشو بحكي He is not going to clean the room هو ما رح ينظف الغرفة الآن هذا درسنا فقط ما رح نعخذ الثانية حلينا الجدول هون وبدنا نحل الجدول اللي تحت الجدول اللي تحت بدك تعبيه بدك تحل الفقرة بدك تكون جمل عن She is بالفقرة هون وعلى الدفتر بدك تكتب عن الولد بنفس الطريقة اللي أنا حكيتها بخط واضح ومرتب هيك بنكون أنا هنا درسنا لليوم نعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر